نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظاه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنيات جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والسعادة ولشعب السعودي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقر إقامته في مدينة اسطنبول في الجمهورية التركية وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وابلغه بنقل تحياته لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته للبحرين كل تقدم ورخى وقد عبر سموه حفظه الله خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والوفد المرافق عن بالغ الاعتزاز بمواقف الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية المشرفة تجاه مملكة البحرين وبالدور الذي تطلع به قيادة الملك سلمان حفظه الله في خدمة العمل الخليجي المشترك لما تمثله الشقيقة الكبرى من عمق استراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وجر خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين إضافة إلى الموضوعات المتصلة بالقمة الإسلامية الثالثة عشرة ومسيرة عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطلع نحو المزيد من النتائج الهمة المعززة للتضامن الإسلامي نحو المزيد من سبل التنمية والبناء